ألو إيفام سبيسيال مخشي دون فلوى مع هيجر حناشي إيفام أحلى رجوعات لهم ومرحبا بالنسي الكلي اللي قاعدين يتابعوا في نتاومة ذي ثلاثة وثمانية دقائق هذه ألو إيفام سبيسيال مخشي دون فلوى اللي ما بش نحكيه على أهمية الصحة النفسية في العمل وحاضر بحدنا أنا سلعويني أخصائي في الاترابات النفسية إذا كان عندكم أسألة في الموضوع ذات نجم تكلمون على الواحد وثلاثين ثلاثمانين ألف أنتو ما تسمعوا في ألو إيفام سبيسيال مخشي دون فلوى مع هيجر حناشي كل هارتين من مطلة للاربعة أناس مرحبا بيك بحدينا في إيفام عسلامة مرحبا بيك ومرحبا بسيدة المستمعين ومشاهدين لكل عايش كلا يخليك لما بش نحكيه على أهمية الصحة النفسية في العمل أناس على خطر موضوع مهم جدا وقليل أنه العبيد جنيا غالما يطرقوا لي ولا حتى يجبدوه ولا يمكن يمشي في بالهم اللي نجم العمال إذا كان به ولا خيب نجم يأثر على الصحة النفسية سيخطوه خلينا نحكيه معناه الموضوع الاقتصادي متاع البلاد يفرض نفذه على المؤسسات اللي هي ديجا يمكن تعمل شوية ضغط على الموظفين بتح لنجمهما زيدا يتقلقوا بدوره ولنجم يأثر عليهم وعلى أصحابهم وعلى حتى عائلتهم ولا حتى استقرارهم الاجتماعي هبطنا للشريعة تونسية وسأناهم حسب رأيكم كيفش نجم يأثر العمال على الصحة النفسية للموظفين نسمو شنو قلبا نشيبو أنا طا نخدم في ستارتاب وكنت نخدم في سوسيتي عن فايت ستارتاب اللي نخدم في هاتوا البيحسنين المتاحة مع همش توينس حرصي تفارغ كبير كي نقول لهم راني تاعبا مانتال ما عمانيها راني ايفيزي عرفت يفهموك ما باركنتر كي تحكي مع عبيد توينس في الخدمة تقول لهم راني مانيش سافا ولا راني في خلطة ما يفهموك شو أصلا ما تلقاش لشكون تحكي تبيب ولا حاجة وحتى كي تحكي قال كيف تحلص تتفرهد معنى داك تحسها اللي سانتي مانتال واليت مربوطة أكتر عند عموما بالفلوس والساليخ وليتوك باللبيانات خماري تفكر اللي مر عنا ساحبنا سارت لو كاف حياتو هكا مشكلة وخليته يدبرم يعني قال لهم راني جو سوية دي بريمي اخي قالوا له تي شنية دي بريمي معنى ذحكوا عليه وكل وقالوا له جيب سيرتفيكة معنى تصرف وأرجع أخدم يعني كهو جوست حبيت نقول روعان دي جات بيب يعني في الساستي اما لنعرفوه لا يعرفنا اللي عمرنا قبل نيه لحتى شي يعني والله انا الصحة النفسية ما نعرفهاش بالضبط ونعرف تسميتها يعني كهو هكا انتي توقتلي مفروض عندكم بيب نفسي في الخدمة الحقيقة احنا دي نعرف عنا طبيب جنراليست الجي وقت نبعثوا سيرتفيكات يبعثوا هالدار مش يعمل كونتور فيزيت شوفكم مريض هذا اللي نعرفه على الطب وخدمتهم في الشركات انا الصحة النفسية عرفتها كيف مشيت عمل تستاش تابع الخدمة متاعي في ابروكسيل برميل حاجات اللي عرفتهم هو اني عندي الحق في اني نطلب هنا قابل الطبيب النفسي الخاص بالخدمة متاعي ونحكي معاه وينجم حتى هو يعطي ان يكون شي بطول ولا ليح حسب صحتي النفسية تسمح لي نخدم ولا ليح اما في تونس ياتنوبي تصير لحكاية خاطر دي جات طبيب متاع الشركة تلقاها صاحب مول الشركة اللي تمشيلو بيش تموت بيش تموت يقول لك ليش وايس خان اخوض طربوشة وبره كمل اخدم على روحك موسيقى دهي انا سكون الناس مو مختلف الاجابات ونحاولو نرجو علين بشوية بشوية جوز نعودنا في فاكركم اللي موضوعنا اليوم هو اهمية الصحة النفسية في العمل وحاضر بحدينا انا سلعويني اخصائي في الاثرابات النفسية هيت نبديو اناس احنا ونشوفو دجا قديش نسبت انو العمل يكون سبب في تدهور ولا استقرار الصحة النفسية للمواثر موضوعنا مهم ياسر هجر بما اننا نتحطو على اصعب موقف نجمو نتحطو فيه هذا هو موقف العمل موقف العمل هو موش الموقف اللي انت عندك فيه برش اختيار في الكثير من الاحيان ما تنجمش تغير العمل لمتاعك يعني انت في ذات وبلجي بش تقعد في المؤسسة هذيك في الشركة هذيك وتخدم فيها بما ان هي المورد متاع الرزق متاعك الاضطرار هذا بش يخليك تدخل في علاقات ساعات سامة داخل العمل بش تكون يعني تتعرض في الموقف هذيك القلق نفسي الضغط نفسي تنجم تتعرض للتهديد تنجم تتعرض البرشة ارسلمات تنجم تتعرض البرشة تعب مبالغ فيه تنجم تتعرض للارهاق البدني والنفسي وانتي تنجم تتعرض للموقف هذيك من اكثر المواقف اللي يتحط فيه وهو موقف تحدي في الحقيقة العمل هو موقف الشغل متاعنا اللي احنا نتحط فيه الشغل اللي هي الموقف الكبير في حياتنا ليش الموقف الكبير لانو ياخذ اكثر وقت في حياتنا ياخذنا النشاط متاعنا هاجر ياخذنا يعني مستوى التفكير العالي اللي يكون عنا يكون في الوقت ذاك ويدزمنا نستخدموه في المكانة ذاك جهدنا البدني كيف كيف المستخدمات متاع السرس متاع العمل ذاك نستخدموها غادي باش نجمو نقوم بوظيفتنا كونفونابلومان وكم يلفوه ونحلو خبزتنا برشة اجتهاد معناها نقومو به برشة تضحية والوقت الكبير متاعنا في الحقيقة نعديوه في العمل اكثر منا نعديوه مع اهلنا ومالينا ولا في النشاطات المسلية ولا الممتعة اللي نجمي يعيشهم الانسان هذك عليش بيئة العمل قاعدة تخرج في برشة امراض وقاعدة تكون سبب في ولادة امراض يعني في ظهور امراض بلوتو عند الاشخاص اللي مكانش مريض مناصلو واللي هو مريض بطبيعتو مالوروزمو كان يعني البيئة الصعيبة في العمل كانت تعمقلو في المرض متاعو كانت كل مرة يخرج عليه المرض والتعب والقلق نفسي حتى الناس اللي عندها قدرة كبيرة ان يتقاوم اللي هما جينيتيكمان وصيغلو بلون ديفلوب مونتال معناها عندهم تركيبة نفسية سوية وسليمة يتعرضوا لضغط كبير زيادة في بيئات عمل سامة تخليهم يعني يتعبوا برشة وما فماش حتى واحد فينا الطاقة والقدرة النفسية متاعوه لا تحمل ستريس ولا تحمل الاقلق ولا تحمل الارسلمان هي قدرة غير محدودة ابدا جميعا مش موجود الشي هذا كل واحد فينا يهاجر بش يوصل الفترة معاينة من التعب النفسي الاو يوصل للانهيار وقتها يخرج علينا المرض وقتها كما اقوله بالتونس يحليلي على روحي معناها شكون بشي داويني اسكو نبرأ ولا ما نبرأش لمراض النفسية مايش الحاجات السهلة لمراض النفسية فاهم امراضي يتنجم انسان يقعد عمره كل يعاني منهم لمراض النفسية شكل تعبق لق كبير ووقتها الانسان خدمته بيدها شكون بشي نجم يقوم بيه وبها وعيلته اهله ووحيته بصيفة عامة بتبعت الحال بش تتمس لكن احنا مالوروز مون الصحة النفسية عموما في تونس منع تانيوش بها مش حتى في بيئة العمل حتى هكتشوف معناه يقولك في في المعروف عنك هاتويني سيقولك رد بيك مسترس رو يعمل الضغط معناه كان موج جاي عمل الضغط وقد تعذب في استرس وقد عايش في القلق للي تموت داكور اسمع ارتاح شوية من الخدمة رو ذيك يعملكم بعض التونسيون وبعض تجيك جلطة معناها دي ما وكأنه جسد دك هوا رو ثم نفسية رو ثم يعني توازن عاطفي فيه يجب يكون موجود رو ثم ايموسيون بوزيتيف هي لتدفع الانسان للحياة وتخليه فرحان وتخليه لباس مش كان لما يجيه الضغط ولا طو تمرض بالسكر ولا غيره رو لا انا 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 نكون فرحان نفس سنين اني العاطفة الايجابية اللي هي العاطفة اللي العاطفة الايجابية اللي تسيطر على ذهن الانسان وتخليه متيفي وتخليه عنده برشة قدرة على العمل وقدرة على النشاطات الاجتماعية وتعطيه برشة امل وبرشة طموح عاطفة السعادة لجواء اللي يجبها تكون ديما موجودة عنها كالكسوا في الخدمة وإلا في غير الخدمة نعطيك صحة اناس احنا مزلنا مكملي مع بعضنا من تاوة حاتيكش للاربعة متعال عشاني نعود وفكركم اللي موضوعنا اليوم هو اهمية الصحة النفسية في العمل مرحبا بتليفوناتكم على الواحد وثلاثين ثلاثمئة وثمانين الف رجعنا لكم جديد مكملي مع بعضنا من تاوة حاتيكش للاربعة متعال عشاني اليوم نحكيه على اهمية الصحة النفسية للعمل وحضر بحدنا اناس العويني مختص في الاثرابيت النفسية مرحبا بتليفوناتكم على الواحد وثلاثين ثلاثمئة وثمانين الفيت نفصلوهم بشوي بشوي مع بعضنا اناس بلزموا شو ما الصعبات اللي تناجم تعترض الموظف اللي تناجم تخليه ما هوش مرتاح في الخدمة واللي تناجم بعد تبابلوا في امراض نفسية ولا حتى امراض جسدي ايه بون كيستيون للا بش نشوف وش نوع معناها مش معناها نخدم معناها نمرض دكوغ يعني ثم حاجات بالفعل في الخدمة هي اللي تخليني نمرض خاتا كينا منخدم مش نمرض زاد يلزمني نخدم سبياء انو لسان الخدمة هي تمثل سعة مجال من مجالات الفرحة والسعادة متاعنا احنا كي يبدأ وكين توظفوا وقت لي تتذكر وقت لي قبلونا ايه اول مرة فرحة كبيرة ايه ايوي ان شاء الله نقعد فرحانين نفس الفرحة ايه ايه هي فرحة اسملا عليك اسملا عليك اه وقت لي قبلونا بطبيعة الحال هي فرحة كبيرة هو انو الانسان يخدم انو الانسان يعني يكون عنده وظيفة ويكون فعال في المجتمع هو انو الانسان يوظف صنعته وإلا يوظف يعني معرفته وعلمه وديبلومه وشهدته في العمل هذاكه هو انو يكون مستقلب ذاتو الخدمة هي فرحة الخدمة بتباعة الحال هي حاجة يعني يعني من بين النشاطات السعادة الكبيرة في حياتنا وولي ما يتحصلش على خدمة ولي تصعب عليه الخدمة مالو روز مو بتباعة بش يكون متقلق الفرحة ذي كامالو روز مو ساعات تصير بعض صعوبات في العمل لذاكه اللي ترجع علينا بالعكس ترجع علينا بالعكس الخدمة كيف ما قلنا يتزمني ما ننسيشة اللي الخدمة تجيب الفلوس والفلوس يتسمى اوبجي دي سبواخ حتى الفلوس نعملوا بهم برشا مصالح ونجيبوا بهم الاموسيون دلاد ميغاسيون نشيروا بهم الحاجات اللي احنا تفرحنا كيف كيف الخدمة راهي يعني وظيفة يعني تتعم في مصلحة في اي مجال انت موجود في وقت تتقنه وتحسن الاداء متاعه اكيد هي مصالح تعتفاها للناس وتاخذ عليها في مقابل ما في الشك اللي هذيك بش يشكل معناها رضاء نفسي كبير لشخصنا وبش نكونوا مرتحين وراضين على رواحنا اساس الرضاء هذيك كيف زاد عاطفة الرضاء نستحقولها بالكداب بش نكونوا عنا معتزين بذاتنا بش يكون عنا امل في التطور برشا برشا كيف ما قلنا ندخلوا في النقاط السلبية اول نقطة سلبية مدام هي ما هيش الخدمة في حد ذاتها مهما كانت صعيبة مهما كانت شاقة وهنا بش نجيوا الاشقاء متاحة هي المعاملات اللي موجودة داخل بيئة العمل في اكثر الاحيان الوقت اللي يكون العرف متسلط ووقت اللي يكون العرف عنده يعني شوية عدوانية ولا بزيد عدوانية في المعاملة مع الناس اللي يخدموا معاه يكونوا يكونوا سترسي يكونوا متقلقين يكونوا الخدمة تمثل لهم معناه شكال كبير لأنهم هما محل نقد سلبي في كل مرة لأنهم هما عملهم ما يتشكروش عليه وما يتشافوش عليه حتى الطرف ما يقولوا بش عديك صاحة خدمت هذه باهية ميفاكل باهي هذيك الكل متاع 99% باهي شبهة هذي هكاي ديما العاطفة السلبية تتعدى لهم من العرفة متاحهم كيف كيف ووقت اللي يبدأوا الزملاء بتبعتها الحقيقة بيئة العمل في مجموعة بتبعت الحال هي بيئة فيها التنافس موجودة المنافسة لكن في بعض الاحيان المنافسة ما تكون الشريفة يكون فيها برشة شراسة وما تكونش حتى على مستوى العمل لك هوا بل يكون فيها طرق ملتوية الهنان تحدثوا على التمييز اللي ينجم يعملوا المسؤول بين الأفراد هذي يعمل تمييز بين الأفراد يخسي بروحوا بشير بحاجة هو بالعكس بشعمل عدوانية كبيرة بين الناس الموجودين بشيرود الناس اللي مميزهمش ديموتيفية بش ينتجوا يخدموا هنا نخدم نخدم وما يعديونيش وما يعطيونيش الحاجة هذيك وما يزيدونيش في السلاير متاعي دكار وبالتالي يولي ديموتيفي ما عنديش علش هنا بش نخدم بما أن اليفوليوسيون في الخدمة هذي مربوطة بسيفلان وسيعلان دكار ولا بمربوطة بممارسات غير أخلاقية دكار كما الكلام اللي نسمعوه الكل كيف كيف ينجم كيف كيف ينجم يكون في بيئة العمل بعض المنحارفين اللي يضغطوا على الناس اللي يهينوا الناس اللي يعملوا أرسلمان للعباد سكسويل يعملوا أرسلمان في مجالات زادة كثيرة ومتعدة ما كانش يكون يعني العامل يضطرد من بعد كيف كيف زادة برشا ناس يدخلوا جدد في المرحلة متاع الستاج لولانية في المرحلة متاع التربص لولانية ما يلقاوش كون يرحب بهم ما يلقا شكون ياخذوا شكون يعلموا الخدمة شكون يوريه الخدمة كيفاش كيفاش تصير والهلين تحطوا على الكنفلي بين الجينيراسيون انا ما نوريش خدمتي ما نعطيش خدمتي اذاك ما زال جديد يدب الراس وواحده تيقف المؤسسة ما ما يتعلمش شكل لوجون هذاك يبدأ متقلق ياسر ما يندمجش خدمته تبدأ خائبة ما نجيمش يقوم بالوظيفة متاعه كيف ما يلزم يسير كيف كيف تكون المرحلة صعيبة برشا متاعه ووقت لي ما يحصنوش استقباله وما يعديولوش المرحلة لولانية متاع الستاج كوميلفو كيف كيف في بعض البيئات زادروا موجودة تمييز وانا على اقل نحكي من تجربتي المتواضعة كبسيكولوج شفت برشا ناس معناها اللي عايشوا تمييز من ناحية هذية من اكثر الكنسولتاشيون اللي موجودين هاجر خلف المرض النفسي العادي المعروف خلف انه انسان مريض بديبريسيون خلف انه انسان عنده تيل وتيل فوبي ولا بغانو ولا غير وخلف المرض المعروفة ولا اضطرابات الشخصية اكثر بيئة تخلي انسان منهار وتعب ومتقلق نفسانين هي بيئة العمل الصعيبة هي اكثر حاجة تخلي الناس الكنسولت ام بسيكولوجيا ام بسيكو تيرابوت لانه يكون في مرحلة صعيبة من حياته مرحلة رئيسية وقت الطويل والكبير في حياته مرحلة مهمة من جمشي نسحب من الخدمة هذيك خبست ويخدم فيها ويضطر بش يتعامل مع الناس بالشكل هذا دكار ثم التمييز كذلك كيف ما قلت لك اللي نشوفوه موجود موجود بون في دول غربية بوتاتر اكثر لكن حتى في تونس موجود ربما للبشرة ثم تمييز زادة على الفلارة ثم برشنساء الطوى معناه في تونس معناها يقلقها ويميزوا من بين صحابها وبفاصل ديريكت والان ديريكت على خطر هي بالفلارة ثم تمييز سلبي زادة موجود مالورزموه في بلادنا ونحسوا ونعيشوا التمييز هذيك ثم تمييز زادة كيف ما قلنا حسب معناها هذا بنت فلان وهذا ولد فلان وهذا كذا زادة كيف هذك يعمل شرخ بين الناس ويخلاهم ديموتيفي ومتقلقين في العمل متاحهم فالمعاملات في الخدمة هي التعب أكثر يسر من العمل هو في حد ذاته مهما كان شاق ومرهق لكن العمل كذلك لا يجب أن يكون شاق ومرهق بطريقة طويلة يعني يجب أن يكون محدود في السويع متاعه يجب أن الإنسان يتمتع بالكونجيات متاعه يجب أن الإنسان اليمنظ ويزيب سرتيفيكات من عند مدسان راو يجب أن يرتاح الجمعة ولا ثلاثة أيام ولا أشهر راو حقه بشيرتاحه لأنه صحته البدنية ولا النفسية ما تسمح لوش بشيخدم في الفترة هذيك ويلزم يخلص عليها بان افيدامون كيف كيف من بين العوامل اللي تخلي الإنسان ياسر متقلق من الخدمة وتاعب أنه يروح بخدمته للدار أنه في كل وقت يجب أن يحل بوات مائل وي يقرأ ماذا يعطيه والكون يجهب أن يجب أن يجب أن يجاب في كل لحظات أليم ك Leh hé grave أو مسائل للمرض الكبير أنه ميحبا يمتح ويروح ويروح ويجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تجاب وأنه عندنا قد يتخيل إنقام للذي الوال مننا أنه ينجم ويقوم بالوظيفة ذيك الكلاه ويكون عنده طموح مهني كبير لأنه يتراquez بmişة الدفعة في خدمته لكنني نذكر أن كل فينا محدود في مقاومة القلقة如此 facility ويكون المقاومة инفرات الحظية haciendo think sight Lamium الخدمة. وقت اللي تبدأ تخدم بالشكل هذيك هراك مش تبدأ تعب نفسيا مش تبدأ متقلق. وراو كذلك ما ننساوش قال لي هذيك يرجع على عائلاتنا زادا بالتقصير. ويرجع على رواحنا ويرجع على عائلاتنا بالتقصير. يا ما ناس في في مشواره المهني خاصة في بداية المشوار المهني يضحي ياسر يعطي اكثر وقت من المطلوب للخدمة متاعه يخسر زوجته ولا تخسر رجلها يخسر صغاره يكون في مسافة طويلة وبعيدة ما هوش بريزان ديمس لا فيزيك ولا مع العائلة متاعه فهذا يبتبعها بشي يخلي الانسان بعيد. والكلام هذا نقولوه مشكين انك تخدم في مؤسسة وهما فارضين عليك الشيء ذاك حتى الناس اللي يكون هو يشتغل للحساب الخاص تلقاه ينزل على روحه ويتعب روحه ويضغط على روحه في العمل اكثر حتى من الناس اللي يخدموا في مؤسسات عند يعني موظفين في مؤسسات اخرين ما يش ملكهم ويتصور انه هو بش ينجم يقاوم لكن ما له روزمون ما ينجمش يقاوم هذا كمان بعد حتى على العمل المتاعه بصفة خاصة رو بش يرجع ليه بقلة الجودة وبقلة الانتاجية وحتى طاقة الابتكار والتطور والتطوير متاع المؤسسة متاعه راي مش مش تكون يعني باهية ومش مش تكون حاجة كبيرة وبالتالي يلزم الانسان يكون واعي بمحدوديته النفسية كيف مع عنا واعي بيد يتقول لي هزم عايا لعشرين كيلو نهزم عاك قل لي مياه نقول لك ولا مصار ظهر يتقسم نعرف حدودي الجسدية دكوخ لكن في الصحة النفسية رانا ما نش قاعدين نعرفه في حدودنا قاعدين نعيش وتعب كبير وقت اللي نبدأ نعيش في ضغط من مسؤولي من مسؤولي في العمل ولا من زملاء ولا زميل ولا زميلة قاعد بالحقي المغسل ويتعب في ويقلق فيه ما يلزم ليش نسكت ونقعد نقاوم ونجيب غم على قلبي السباح للمؤسسة اللي انا نخدم فيها ونبيت نحلم باك المنظر اذاك الخايب فامتني كيفاش يقلق فيه وامتعبني يلزمني نلقى حل يلزمني يكون في كل مؤسسة شكون يسمع الناس هذوما ويلزم في الرسورس ويمان يكون موجود بسيكولوج يتكون على اقل ناس بمخاخهم واعين ويفهموا الضغوطات اللي تنجمت سير على العباد ويحلوا الاشكالات كيفما هكاية لانه كيف ما قلت ملو الهاجر تلقى مش الخدمة في حد ذاتها للتعب لكن المعاملات الصعيبة بين الزملاء ولا معاملات البرتكال بين العرف والمواضفين هي المعاملة الخايبة وهي اللي تعب في الناس وهي اللي تمرض كريمه في العباد وتخليهم متقلقين هذا الكل يرجع على مؤسسته ببرشة فشل وحتى ما يرجعش على المؤسسة ديك بالفشل الظلم ماهوش به به في الظرفية هذي خلي نقولوا احنا اللي فيها برشة سلبية اه الصحة متاع الموظف هذي من نفسيه وإلى الجسدي شنو نجم ينجر عليها من امراض اه العديد من الامراضي نجم الانسان يوصل بمقاومة القلق الى درجة الانهيار دكوخ يقاوم 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 للي ينهار نتحدثوا على البرناوت نتحدثوا على انهيار جسدي ونفسي وعاطفي دكوخ بحيث الشخص معاش نجم يخدم معاش نجم يعني تخسر موظفك راه اللي انتي كونتو واللي انتي علمتو واللي هو شديد لك بوست مش بسهولة باش نجم تعاوضو راهو مالوروزمو تخسر الموظف هذي كمتاعك يكثر التمارض يكثر الغيابات اللي معيش مبارة دكوخ ويرجع المؤسس بالخائب يخرج نوصل للبرناوت نوصل الانسان للانهيار النفسي وقيم ما قلنا والعاطفي وغيره استرس هذي كيف انذكرت من الأول من باب المزيح لكن بالفعل هو يأثر على الانسان بكله معناها عنده تأثير وقت يبدأ استرس متكرر بطريقة كبيرة وقت يبدأ استرس عالي انتونس وقت يبدأ استرس مستمر برشة لفترات طويلة يولي الانسان بالحق يدخل في مشاكل القلب وشرايين يولي وعامل استرس يعني في الاضطرابات يعني في اللي تخب الكارديو فاسكولير تتصنف تصور هاجر تتصنف كيف الدخان بالضبط فهمت يعني كيف ما يسبب الدخان المشاكل البدنية المميتة هذه والكخونيك دكوخ كيف ما كيف كيف استرس قادر باش يسبلنا الامراض البدنية هذية جهاز المناعة يتيح برشة ينقص يولي الانسان بسرعة يمرض يعني بأي مرض معناها يعني بأي فيروس بأي جرم بأي حاجة كيف كيف حتى لزا انفكسيون حتى أمراض الجلدة تساقط الشعر وأمراض الجلدة بسفة عامة ما نسمي هوم شانا منيشتبيب ديكو أمراض كثيرة برشة تخرج على الانسان وكلها السبب بتاعها انهيار الجهاز المناعة اللي ناتج على المقاومة الحادة والمستمرة والطويلة الاسترس 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 هذيكا وما زال يقاسي في الاضطراب هذيكا والتعب هذيكا قاعد يزداد عليه كل يوم وهو ما نجمش ينسح بمك المكان القاتل هذيك على المستوى النفسي قاتل ده قلنا كيف كيف حتى بالنسبة يعمل ديتخوبل معناها جينيكولوجيك بالنسبة لانسان لانه زادة السيستام هرمونال زادة يتباربش تولي معناها اللي راقل فيها برشة دولغة تولي معناها مش منظمة يعمل مشاكل زادة في الغرس تولي مشاكل يعني توقف الحمل تولي مشاكل يعني لكوش مو قبل وقت وغيره معناها مشاكل جينيكولوجيك ثابتة علميا وانا نقول هذا من كل الدراسات ثابتة يعني علمية اللي نسمي فيها اضطرابات يعني عديدة وكبيرة تمس الانسان من جراء الاسترس هذا النجم زادة كيف كيف الانسان يوصل حتى لعالمات الاكتئاب يوصل لدرجة حزن كبيرة يولي معاش عنده حتى موتيفاسيون في الخدمة هذيك ينهار بعد فترة من المقاومة ويولي معاش يهمه في حتى شيء من بعد كيف ما قلنا بش نخسر الموظف متاعنا وهو بطبيعته بش يخسر حياته الشخصية وحياته العائلية والاجتماعية في الميكروت خطوخ فمشكون قالينا ما سمعت بحاجة اسمه صحة نفسية في العمل كان كمشيت لبروكسل في تونس احنا دجاز صحة نفسية بصفة عامة ما هيش متطاورة برشا خلي نقوله عنا احنا ما بلوزو موان فما مؤسسات خلي نقوله احنا قاعدة تواكب في التطور وقاعدة تعرف قيمة للصحة النفسية متاع الموظفين متاحه اسكو الثقافة هذي قاعدة تدخل بلوزو موان في المؤسسات تانا ولمزنا بعض برشا على السابقين ما نكونوش سلبيين برشا برشا مؤسسات قاعدين ينتدبوا في البسيكولوج يخدموا مع البسيكولوج دوت خفاي اللي هما فورمي في يعني في الاضطرابات والمشاكل والامراض النفسية اللي تنجم تكون موجودة في بيئة العمل علم كامل اسمه اليرغونومي اللي هو علم خارج من علم من علم النفس واللي يعنى بالادابتاشون دولت خويمة في البيئة متاع العمل المتاعو اللي بسيكولوج دوت خفاي يعطيهم الفصحة يخدموا في المجال هذي بالقديو قاعدين يعاونوا في المؤسسات بطبيعة الحال في كثير من الاحيان يكون البسيكولوج مكانو صورة ما يكونش يعني فعال يعني عندو فاعلية ولا يعطيوه سلطة حتى باش ينجم يغير ولا يبدل حاجات بوخ فاسيليت الادابتاشون متاع الزوم بلوايه في الخدمة ومتاع الزوم فغيه يتو ما يكونش عندو مالو روزمون سلطة الكلام اللي سمعتو في الميكرو تروتوار كذلك الشخص اللي قال راو اللي بش يعطي كونجي ولا حاجة يتعامل مع المدير زاد هذي من بين يعني المشاكل اللي موجودة في مؤسسات العمل متاعنا ما ياخذش الكونجي متاعو ليه ما فيه حتى شي يندي اخدم على روحك ما تتمرضش كيمشي لبسيكياتر ويجي بلونج دوري علىور لا تتحل عليه مشكلة كبيرة ويدخلوه في مشاكل كبيرة في يكن جلوه بش يتردوه اي اكزاكتو مو معناها يعملو له مشاكل كبيرة حاولوا معناها يذروه معناها بطريقة بطريقة كبيرة كيف كيف زاد الناس وقت لي يوصلوا الدرجة انو يحب يتمارض بش ما يمشيش للخدمة مش معناها راو هو يحب يتمارض يعني هو شرير وخايب يعني ثم حاجة زي ما تتغير في الخدمة متاعه صحيح مش من حقه انو يتمارض وياخذ كونجي من عند ميدسا وهو يخادع في الطبيب ولا يخادع في البسيكياتر باش يعطيه لونج دوري لكن بالفعل ما يلزمش نخليوه يوصل يخمم انو يتمارض من ناصله ونحلو المشاكل اللي موجودة عنا في الخدمة ونحلو يعني لسورس اللي نبداوا موجودين لانا في بيئة العمل احنا ناس مترابطين ببعاظنا ساعة ساعة ثم انيليمون بيرتوربون انيليمون اللي يخرج في العاطفة السلبية يمس الناس الكل ويخلي البيئة كل تكسيك في الداخل من الداخل يحب عارفه يقولوا يعطيك الصحة على المجهود خات الرجلة ديكة ولا العبدة ديك بذل معنا مجهود باش يحقق لك انتي منفع في اخر اخر المطاف خاني يقول خاتر مختل عارفه باش يستنفع في اخر الحلق يحب عارفه شكون يقولوا يعطيك الصحة ويتليه بيه ويشوف له حاجات دي ما يقول لازم اولا ينخدم ذيك مدبرين مثلا عندهم تيكيات ما عالش عندهم آآ سسموا بتاع بنوات متاع السنصرة ويخرجنا رأوا عملنا عملنا حفلة اليوم ما يمكن حاجات بساطة عند آآ اما على الموظف يحسهم حاجات كبيرة اي انا ضواتات الريكمبونسة يجب ان تخلصونا يا سيدي عطينا حقنا وعطينا بريماتنا وكلي يجب ان يزيدونا وحنا نزيدو اكثر واكثر واحنا نرانا نخدمو اكثر واكثر حكا الانسان يمشي اذا ما تعطينيش الجزاء متاعي اذا ما تثيبنيش عالتعب متاعي راني مانجومش نختم اذا ما توفر ليش بي أباهي وين انا النجم نقعد وين نفتر مرتاح وين النجم حتى نتمد راو في يعني في علم النفس الشغل يتدخل في كل شيء للبسيكولوج. الناس في البوز متاح وين ينجم يقعد. شنو ينجم يأكل. هاو ما فاماش وين ينجم يأكل. وين ينجم يسخن فطوره. وين ينجم يتمدي يمد يديه وسقيه ويرتاح. انتي عطيه ساعة ونصف ولا ساعة ولا ساعتين. ساعات بوز. خليه يرتاح شوية. وين ينجم اللي سالدوبان. شنو اللي عنده. شنو ينجم حتى يدوش. ينجم حتى يتمدي. هذو ما حاجات. بوتيتر تاخذ شوية شارج من المؤسسة. لكن من بعد بشترجع بارشة فايدة على العباد. بشترجع بارشة راحة على العباد. وبشترجع بالراحة والفايدة هذيك في الانتاج. يعني في الكمية. وفي الكاليتي والجودة متاع العمل والابداع. والامانة والثيقة. لانه اي خدام ينجم يخسر المؤسسة متاعه. حتى في قرص بريز ما يطفيشه. يولي الانسان يحس روحه وانه يخفي حقه وانه مجازة. وانه خدمته قاعدة تتشاف وقاعد يتجاز عليها. يولي حريس وكأنه في داره. ما يقصرش في حتى حاجة ويستحفظ. ويكون يخدم بامانة كبيرة. اللي نتمناوه من الناس الناس الكل. فجزاء الناس هذا مهم ياسر. في الخارج. يعتني ويسر بالصحة النفسية للخدامة متاحهم. من باب انساني ومن باب كذلك جودة العمل المتاحهم. وقيمة العمل المتاحهم. يعرفوا قيمة الخدامة ذاك. ليه أهم المكينة اللي انتي ترا فيها. هذك اللي ينتج. هذك اللي يبدع. هذك حتى ليطور العمل متاع المؤسسة هذيك. وبهو المؤسسة تمشي وتكبر. يعتني ويسر. يعملوا أدابتاسيون للبلاسة متاع الخدمة على نفسية الانسان. مش العكس انتي اقلم روحك. دب الراسك. هو يتعب يلزموا بلاسة يرتاح فيها. هو يلزموا اجروا كذا كذا. يلزموا وقت الفلان يخدموا. انتي تأقلم المؤسسة متاعك على الانسان. يعني الانسان قديش بش يقعد يعمل في مجهوده. قديش بش يقعد يكسر في التوازن النفسي متاعه. بش يتأقلم مع حاجة ومع بيئة ومع متطلبات يعني بعيدة ومغايرة للوضع الانساني العادي الطبيعي. ووقت اللي قرينا في البسيكولوجيه اللي تخوبل دولا بيخسوناليتي. كانوا حدثونا انه من بين اكثر يعني الناس اللي يزوروا لعلاج الامراض امراض الشخصية. هما في اوروبا وفي امريكيا. في المؤسسة متاع الشغل. وقت اللي فيقوا بانسان. من المعاملة متاعه المتكررة والمستمرة. بنفس السلوك اللي هما يلاحظوا كونه سلوك مرضي. يبعثوه يعالج يخرجوهم المؤسسة. يقولولو يما تبرع. تقعد في المتابعة مع البسيكولوجيه. متاعك. وتبرع ومبعد تتحسنت وتحسنت وتبريد. والعلاج الشخصيه يقعد حتى بالعام ونصف عامين ثلاثة سنين. لم تعرفش قداش فترة طويلة. ها كونكور قاعدة الداوي. فهموا السيدة هذه قاعدة الداوي. دكوخ. للي تبرع. ما كانش اذا ما تحبش تمشي الداوي ما تساعدنيش. لان كيف ما قلت لك يجري. واحد رو ينجم. يرد البيئة الكل سلبية. بأي نوع من أنواع الشخصيات المرضية يرى. عشرة شخصيات مرضية هما. أي نوع منهم ينجم يخلي الناس متقلقة يسر ويخلي الناس مضطربة. كيف كيف يعملوا. يعني الناس اللي يخدموا. كيف سواء المسؤولين. ولا اللي زمبلوية العاديين. يعملوا دي فورماشيون. في الجسيون دوسترس. كيفاش نتعامل مع اليقال منا. رتبة في الخدمة. كيفاش نتعامل مع زملائنا. كيفاش نتعامل مع اللي أكثر منها. يعني في الغراد بروفسيونال. معمول بها دي فورماشيون سوالا. موجودة في العديد الحقيقة من المؤسس موجودة في مؤسس زادة كذلك حتى مؤسس يعني حكومية معروفين معناها في مؤسس يعني قاعدة تخدم قاعدين يجتهدوا باش يوفروا للعمال متاحهم. دي فورماشيون كيفما هكي. قاعدين يجتهدوا. بو الاجتهاد محدود لحقيقة. نتمنىوا انه البلاسة متاع البسيكولوج تكون كبيرة. البسيكولوج دوتخافاي تكون كبيرة. ولانه كلمته تكون مسموعة ومؤثرة في المؤسس هذيك. ويكون حتى معناها نلقاو حتى سليول دي كوت من عند البسيكولوج حتى في مؤسسة كبيرة يرجع لنا كل بالفيدة. نهتموا بالصحة النفسية للناس اللي تخدم معنا على خطر هذا باش باش يرجع علينا احنا بفايدة كبيرة كمؤسس وباش نقدم و باش نتطور وياسر بالناس اللي يخدموا معنا. باش ياتيك ساحة ناس اللي يخليك على توضيحات هذي الكل. نعود بفكركم اللي موضوعنا اليوم هو اهمية الصحة النفسية في العمل. مرحبا بتليفوناتكم على واحد وثلاثين تلاثمائة وثمانين الف. هجر الحنيشي تستنى في مكالمتكم? واحد وثلاثين تلاثمائة وثمانين الف. ايا فام احلى غديو. معنا امبو التليفون سي محمد من تونس مرحبا بيك سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي مرحبا يتفضل. بيه. انا عندي كافين سناء خدمة. نلطاك. اي مرحبا. انا بيه. انا بش عكي بيك. كافين سناء عندي شهرية زوجتي وصغري خطي يقرب. بيه. نحن نظام حتى ولو تم ضغطي قاعد نخرف. والبوز نتاعى في تواليت. او لو كورفي. اه. اللي يغاضي انا في العمال اذاك اربعين يوم جابيح عملتك لهنا. مهال اخريش تبقى عايش. انا اطني اني ساج. لم يخبرني انا 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 اروحي. لكن ديما صبر. انا اخدم وسيجي كشتا عط كلها. مك اللي يغادني مان. اه. عامل اه. اشتهاد يجب علي 1000% دي مكرمون دي مكرمون حتى وقت الاضراب نخت لكن نجي وقت رشال نجي عم قصولي بسيس علي نخدمي غير يخدم عيان صح على بس علي دي ما يطمر لكن عندي خروج ما يجاه في نصبا تغلوا ويبيع وكذا وكذا لكن ما يكلموا وشيسد يقضوا من عندي اضعي خيتي اللي عندي قطولك ويرحم والديك نعطيك صحة سيما باي باي ماما باي هو اعطى مثال حي رو السيدة اللي الدخل معنا رو ما وشي غلط احنا توانسا مع بعضنا عايشين مع بعضنا اسرة مع بعضنا معناه نفاهمين كل شيء والمثال هذا موجود وهذا كلي قلت وانا من الاول في المقدمة قلت رو يعمل دي موتيفاسيون يخلي الناس معاش نجم تخدم السيدة ذا يخدم على روحه وحريص برشا على الخدمة متاعه ويلاقى واحد اخر ما يخدمش ويتمارذ وهاربو حال النصبة ويلاقى هو قبله معناها في البريم وفي غيره وفي غيره هذا يرى ومش يخليه لك خدمة معاش تخدم انتي باش تميز شخص تهلك مؤسسة كاملة وتهلك ثلاثين والاربعين والمئة عامل من بعد معاش نجمه ينجو معاش نجمه يستحفظوا على المؤسسة متاعهم كيف ما قلنا يزمسان يحس مؤسسة العمل المتاعه ذيكا كالكسوها كانت خاصة ولا متاع الدولة كون هي متاعه كون هي رزقه كون هي اكل منها في الخبز باش يحبها باش يقدرها باش يستحفظ عليها كيف داره وربما اكثر خطر داري نتحمل مسؤوليتي فيها ذيكا امانة متاع ناس باش تحفظ عليها ما نكسرهاش ما نفيش الضو والماء وغيره دكاغ ونكون امين ونخدم خدمتي كيف ما يلزم وخير من اللي يلزم ويكون فيها فكرة تطوير زادة متاع المؤسسة والانتاج اكثر زادة يكون موجود باش بالله هذا الكل باش نجم نعمل وينه ونحس بالتمييز باش نجم نعمل هذا الكل وينه نركب جبس في ساقي يجي ويقصوهم لي معنى حقي باش نمرض ما عنديش حق على العظمة متاعينا ميزمشي تكسر معنى فمتلا نعمل اينوكس ساقيا ونكمل نخدم عيب وهذا اللي قاعد يصير مالوروزمون وهو ربما هو ذكر الخطأ متاعك وكونا هم وقت يعملوا ضراب هم ميكونش معاهم يزم يهتم بالنقاب ويزم يعمل ضراب باش ناس مياخذ حقه اهي النقابات وحقوق الناس وهما اليسهروا على شهادة الطبية متاعك باش انت تاخذ حقها وهما يصهروا انك انت تترقى وتاخذ البريم متاعك وهما يصهروا ان انت ميتردك حدا وانت عندك شهادة طبية جوستي محمد قال انا في الوقت البوزمتاي ايقعد في بيت الراحة على الكورسي معنى جنرال ما طاولي قاعدين نشوفوه حتى في المؤسسة تكونش طاولي طالعين جدوس سيختار تلقاها يقرح سيب بلاسة الفتور وبلاسة اللي بلوزموة بشيرتحوا فيها وبلاسة البوز خاطر تحبو لاتكر انت ماكش بش تاخدم مصباح للتيح خلي نقول واحدة عندك سيختان ماو حتى في القانون الساعة متاعك ولا قاديش انت البوز متاعك يزمك ما تبعان تشفيها على المؤسسة خاطر واق ديجا ما يكفيكش ويزمك تاختي بلاسة بلاسة باش انت ترتاح وترتاح فيها سابق باش ناجم وترجع تكمل العشوية متاعك في في فورما اغلبية المؤسسة ما يقرأوش حساب البلايسة توم يحسو بها حاجة لوكس وحاجة زيدة هو بش يعمل اي اه يلزم نقرأو حساب البلايسة هذوم اللي باش ترتاح فيهم الناس من بعد باش يرجح فيه نشاطه حيوية باش ينجم يخدم خليه يرتاح نجم يسمع موزيك نجم شارج يتليفونه نجم يتكى شوية يتخذوا عينه دكار هذوكم الكل يرجعوا يرجعوا بالفيدة على المؤسسة سمعت قصة ما نطولش توفيسها عن نختصرها القصة محليا ثم مدير مؤسسة كبيرة معروفة في تونس هي شركة كبيرة وانترناسيونال رب يزيدهم ثم واحد مشاهل العرف الكبير يقود بصحابه قالوا سيد المدير ثم جماعة يصليوا في بيت غديكة في البيت الفلاني قديمة الحكاية في العهد السابق كل مرة يمشي يقود رو فلان وفلان يمشيوا يصليوا في كل بيت هم ساكن يدزوا شوية كراثن مسخة شوية البيت فيها كراثن وفيها شوية سلاع وكذا ويصليوا فيها يخلطوا على عصرهم وظهرهم وكذا حصلوا مدير المؤسسة يقولوا به يعطيك صحة للنهار السيدة المؤسسة فرغت هذه المؤسسة لظفها زلزها عمل لهم ميضة صغيرة ويصليوا فيها مرتاحين ويعطيهم بوز لهم هم الناس يخدم في الشركة هذي شركة كبيرة في تونس يعطيهم صحة يحبوا ياسر الشركة متاحهم هذي وبالحق يضحيوا عليها برشة ويحبوا المديرها ويحبوها هيا ويستحفظوا عليها برشة قد ما توفر للناس حقوقهم قد ما توفر للناس راحتهم وسلامتهم قد ما الناس يعطيوك أكثر من قلوبهم يكونوا أمناء أكثر ويستحفظوا على المؤسسة أكثر عكس اللي نتصوروه يعني في التواليات ياخذ البوز ما يجيش ما تنجمش تكون خدمة وما تنجمش تكون راحة وقداش الإنسان ينجم يعطي وقداش الإنسان ينجم يصبر كيف ما قلنا ما مصبرنا ومصبر الناس كان أني خبزة وأنه إنسان عايش منها يعطيك صاحة أناس اللي يخليك احنا مازلنا مكاملين ما بعضنا منتو حتيكش للأربعة متى عشين عاودوا فكرككم اللي موضوعنا اليوم هو أهمية الصحة النفسية في العمل وحاضر بحدنا أناس اللي عبيني مختص في الاثرابات النفسية مرحبا بتليفوناتكم على الواحد وثلاثين ثلاثة مية وثمانين نفسينا كيما كل نهار ثنين الموعد مع الربح في إيافام والفليجة اليوم في الصباح مع بره النبسي يستعرفنا على الزوز المحظوذين اللي ربحوا الجائزة بقيمة مليون بينسوغ والعلوش والقضية امتاعوا انتوما زيدا وينما كنتو تنجمو تكونو مزوز المحظوذين نهار ثلاثين الجاية وتربحوا بقيمة مليون علوش والقضية امتاعوا قبل نهار العيد انتوما نقعدين تسمعوا في نتاوا علوش العيد اللي نجم يجيكم من عند إيافام معليك انتبع في اسم اس في إيافام على الخمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية تدخلوا معنا في القرعة اللي بيش تربحكم كيما قلنا بقيمة مليون علوش مع القضية امتاعوا ومش هيدا بركة تدخلوا في قرعة الفليشة اللي تربحكم عشرة ملايين كاشكين مش اكتر سهل برشة اسم اس في إيافام على الخمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية وشلو كل عام متو محاين بألف خير ما تبعدش بعيد هنا رجعين نجعنيكم جديد مكملين مع بعضنا من تاواحاتكش للاربعة موضوعنا اليوم هو اهمية الصحة النفسية في العمل وحاضر بحدنا اناس العويني مختص في الاضطرابات النفسية مرحبا تليفون ايتكم تليفون ايتكم معنا سامي يكلم فينا من تونس مرحبا بك سامي مرحبا مرحبا تفضل مرحبا بكم ومرحبا اناس العويني صديق كبير ممكن ما اتذكرنيش مرحبا بكم كل مرحبا بكم بكل برنامج مصحقين وبرشة ولجم تشير برشة تغييرات في المايدانة على شغلتنا على تطريحات كبيرة خاصة في ساحة الموظف بالحق انا قاعدين نتعرض الضغطات كبيرة في الخدمة هنا نختار في بيرود نعانيه ببرشة مشاكل شهريات نصار فلوس فلوس مليش ميخلينهم مخلط عليهم مخلط عليهم برشة شارجة خدمة ثم عباد ممند فم عباد زيتهم جلتة ازرايرت ثلاثة خدمة وترضوهم الخدمة كيفش ما هو وفين وعطي ما عنده فم عباد مخلط عليهم متشرزة على خاطر مخلط عليهم فلوسه متعبوا وكل شي متعبوا وكل شي متعبوا يتغرب وما يخوش فلوسه فالنخير ترضوه مش ميخدوا فلوسه مش ميخوا حقه هنزوه على خاطر بشي نقص وشارج مالخدمة يتغربوا متعبوا معهم مرفوع على خاطر ما بشي فلوس اضغاروا لي انجاجا روحوا وحطهم يتغربوا اضغاروا بطلوا من القراية وقعدوا فالدار وميلاوجون مستمية فالعام الجي بشي يدخلوا فالفليسة تيك اه بشع ناس مرضط تحتها تعبط اللي هاي طلعنوا الدم ومعتها حالة كيلي فيها اه اه ابسة نومور تدخل من الولايات تفاش بكية فالياتة وفنش فلوس طالب كبير فلوس موجودة غير اللي بايش مندخل في باشا ديكاي على خاطر شركة معروفة ودتنها وكل شي اه بجراية الباشا عميات تحتهم الزارة تنساكل معناتها ابسة نومور ابسة الحاجات اللي اللي نواصلها في الخدمة ميش متوفرة صحة اه يجيب كل مرة نحيلك حاجة كل مرة نحيلك كل مرة نحيلك اه نحيا حاول نحاول نحاول اه اللي لمحضر الله نحاول عنا قداش من عم ميش فلوس ماليا واحد بعد على عيلتي متغرب بعد على عيلتو متغرب وعنا فشيخ وفريدي بلاسنو فالاخر ما ياخدوش قداش من مجل عبيد راو نعرف عبيد بطلط عمي ومخلي وشو فلوس اه برشة برشة زورة فالنا ومسا وليت سلمت لفاكن فشو وشيخ حل اخر فما نشكون اعمل اه اه نصبه فما نشكون اعرفت عبيد تخدم فالبيرو دي تير انو يبطل يكون مهندس ولا يكون موارد استقنساني ولا اي حاجة يبطل يمشي يشوف اي حل اخر فما نشكون عبيد معناتها في كل كراوة تشتب عائلاتهم بجرار انو المخليين وشو فلوسهم وانا لو ديرو الموتوك فيك على اخر اه اصط حاجات مايش متوفرة اه برسل من خلطها يزمون يعاود ويشوفوا اه معنا نسمنا دومانت على تنبي اه ياسر شارج متع خدمة وبرشا صريت معني فيه اه وبالنخل هاته كملكة واعطيك الصحة اللي كسخيري كذلكة مايش موجودة اصلا ديجا ويمني يجي خارج ويمني يجي خارج كلولوا اه خلولوا اه ديجا اه في فينا ميل وكاهاو معنات من دير آبستقاء عندوه شبين خمس عشرة اتنين أعربع بيت عندهم خمس عشرة اتنين كي يجي خارج قلولوكي برع نروح مثل هم فلوس ونبقى معنى ما عطب نغوش اصلا موضوع برشحة ياخذة كلام يطول برشة ونجي نحكي لصباحة ونجي نعلم فيه ونجي نكملك ونجي نوصلك شنين عبيد قاعدة تحس بالرافة يعطيك صحة سامي ولي يقول فيه سامي برش عبيد رايقاعدة تعاني منه كما قلنا تخش بيدة على راسة وميش مرتاحة في الخدمة يقول لك حتى بابيه معنى في بيت الرحة ما هوش موجود فما عبيد حتى بيت الرحة مش موجودة معناها في البرويت امتيح معنى خاطر ماذا بيه بكسر دقيقة متاع خدمة ما تقول شي معنى كدقيقة ديك بش يصور بيها منعرش انا كنز على الباب ولا فلوسها ديك بش دخلوا للجنة مايبون ساعات ربي يهدي معنى خاطر فان بسها معاملات خائبة ياسر ما هيش انسانية جملة مش حتى اي اه من راح ببسي سامي بتباعة انا بش نذكروا معنىها منسوط بما انه صديق عزيز ياسر اه من الجرمش بتباعة الحال ننساه اه مالوروزمال مثال اللي احكاسي سامي هو مثال متكرر ياسر في برشا مؤسسات عنا في تونس اه مؤسسات اللي قاعدة توخر بالتوالي مش قاعدة تقدم القدام وكنت خيق كما كان يحكي ثم بريم كانت تعطا تنحات كان ثم ديتيكير استوك تنحاو ثم ناس كاريمان شهريها معاش تنجم تاخذ فيها اللي بش يخرج بش ينسحب معناها من الخدمة ما فاماش حتى هبوط ما فاماش حتى ريكمبونس ما فاماش حتى حقم الحقوق قاعد يتعطا مظالم كيفما هذيه تتعدب معناها صعيبة ياسر على على صحة نفسية للانسان ضغط كيفما هكا يكون سبب في العديد من الامراض كذلك الجسدية اللي نشوفه فيها تثق الكاهل معناها المؤسسات الصحية والاستشفائية تثق الكاهل للدولة تثق الكاهل للمواطن هو في حد ذاته هذا من باب الظلم الكبير هذا من باب الناس اللي قاعدة تهاجر وقاعدة تخرج من البلاد بترق شرعية وبترق غير شرعية هذا اللي مخلي الناس تعبة ومتقلقة هذا اللي حسس الانسان كونه في كل لحظة ما زال ما وصلش للكرامة المطلوبة اللي نجم يعيش بها يعني في بلاده كريم ونجم يعيش بها في بلاده سوية وسليم والملاحظة هي اللي قالها سيسامي كونه المؤسسة هذية قال راو فيها فلوس راو ما نتصورش بش يتحامل عليها فهمت لو يعرفوه مؤسسة صعيبة وربما مقتربة من الإفلاس ولا غيره كانت ناس انسحبت ومشيت على روحة ولا يعرفوهم ما فيهاش اللي يتعب وليقلق يعني كيف ما يقول لك مؤسسة كبيرة دكوخ ومؤسسة معناها منجة عندها فلوسها وعندها مدخيل كبيرة وغيره تاخذ حق الخدام وقت يسافر ما يخذش البريم متاعه والفريم متاعه ومياخذش البريم ومياخذ حتى شيء إن شاء الله أقبل كل شيء وقت للإنسان يتحط في سيتيواتي صعيبة كيف ما هكا أول حاجة يخمم فيها هو أنه كان ينجم يبدل للعمل المتاعه ويبدله إذا بتبعه إذا حاول بش يخرج من المشكلة اللي هو موجود فيها حاول في المؤسسة هي بيدها يطالب بحقوقه وما نجمش فإنه الحاجة الثانية يخمم فيها هو أنه ينجم يخرج منها ما يقعدش ضاغط على روحه نفسين رأو حتى صحتك النفسية عندها عليك حق ورأك وقت لي تنهار نفسانيا رأك مش تدخل في أزمة نفسية صعيبة لطفع لنا الكل يعني هذية زادة نداء حتى للمسؤولين نداء يعني للمسؤولين في بلادنا أنهم يكونوا في صف الخدام يكونوا في صف الخدام يكونوا في صف النقابات يكونوا في صف يعني المواطن العامل اللي يعطي من صحته الجسدية ويعطي من صحته النفسية يعطي من وقته العزيز والغالي ووقت عيلته ووقت صغاره لك المؤسسة هذه كان بعد يتكون حقوقه لكل ناقصة ومن بعد يتعرض البرشة ظلم ومن بعد يتعرض البرشة قهر هذا بطبيعة الحال بش يرجع لي هو كفرت بالضرر بش تحس الناس اللي هي مايش عايشة بكرامة هذيك عليش الهجرة الكبيرة المتواصلة بيك نعتيك صحة ناس فيس عفيس عانكملوا مدام سونيا معانا مدام سونيا مرحبا مرحبا بيكم الله مرحبا 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 مدام سونيا فعضي لك مرحبا مرحبا بو أنا جئي في ليدو أول كارييري بجيتو سي الخدمة ما في مؤسس شبه دولي سني باكيك بو صاري اللي احتضي يتبي بالكل دكتور اللي احتضي كل صاري لا احصل ما فكشوية لا احصل ما انا معروش لا كل شي تحكي دفريسيو جدي في دي دهيتي لتحبه يليك حاجة منيش متاعي مش تبعتني لكن قرد تعالينا الدني خلاج توليك عندي فنكسيون لبيرال وليت اينا نخدم في عبيد قالوا لا ريت اللي عمري لا ريته وصلت بعد خرجت من الواحد من عام 94 لليون مدمت بعد علش اينا خرجت خطر اينا من كاركتيري نخدم برشا ويت اغني عني ودي حتى شي بتخذاي لقد ما عندي لي نفسي العبادة هي حياتي الكل مدم سوني حاولت اختصر خطر البقت وفيبش نحاولو ان ناخد الفترة داكر نجريتو سا نلقاهم بعد كي احنا نعطيه الفقوق للخدام يتحل يولي الخدمة وحنا نعطيه باقي حتيش وياسر قلق وما تلقى خدام كان مدسيف وما مايرداش بالله بالله بسلق ثلير ليه ما تقاليفو ما فهميش وثلير حسيروا اينا هنا ما فهمش بعد كيفيش منتظر شكون اللي عنده الحق الخدام وإلا العرف وإلا انتو تقعد ترضى بالحاجات اليوم ونفسنيا يطيصوك اللي هي انتو سيد بل شا نحقين بي يعطيك صحة يعطيك صحة مادام سونيا اللي الوقت وفي الفكرة الفكرة وصلت يعطيك صحة مادام سونيا لا يخليك الفكرة وصلت بارك الله وفيك خطر الوقت ديجا وفعل يتقول فيه زيدا مادام سونيا جنب بين القصة زيدا صحي فما هكا وفما هكا موجود كيف كيف ثم ثقافة العمل ما عاش موجودة بالكداية في بلادنا ما عاش ندعمه ثقافة العمل أن ناس تخدموا تجدهدوا غيروا كيما زيدا أصحاب مؤسسات ليكلوا في حقوق في حقوق الناس إن شاء الله الكلنا نمشي ونتحسنوا كعامل وكمشغل الناس الكل تمشي وتتحسن وكيف مريض الاشكالات هذوم الكل التوى موجودين ربما هي تتحكي على عام 94 خارجت لكن الجوزكا ما زالت الناس تصير لها أرسل مو بأشكال ونواع ذكرتهم هنا وبرشة حاجات ربما يخفاوا علينا وما نعرفهم بحيانتك صح أناس صلاة إخالي كحنا وصلنا لأخر الإميسيون بتاعنا لليوم ومارسي الملك معلوي في الأعداد مارسي الأمين في الأخراج مارسي زمالي أنا في EFM TV كانت معكم هجا الحانيشي باي باي في الأمين